عزيزي برج الجدي هي قراءة للرجال والنساء للمتزوجات للمتزوجين للمنفصلين يعني هي قراءة عامة وعيد للمنفصلين للمرتبطين هي قراءة عامة واخذوا يعني ما يهمكم من الرسالة والباقي اتركوا وخا لنبدأ عزيزي برج الجدي عفوا برج الجدي ارى هنا طاقة طاقة كبيرة جدا طاقة الطموح والمصابرة والكثير من العمل الاجتهاد والجد والجدية نعم على المستوى المهني ربما انت تدرس او تعمل ارى يعني مجال الطب او المحامات او اعمال ادارية او ربط بيت وخا اذا ارى انسان برج الجدي انت تعمل كثيرا تعمل تحب مساعدة الاخرين تحب اسعاد الاخرين وارضاء الاخرين مديا ومعنويا يعني انت تعمل فقط يعني كلها يعني العمل العمل والمسؤولية واسعاد الاخرين وخا يعني هناك يعني امتثال امتثال للواجبات بطريقة آلية يعني بطريقة آلية ويعني ارى انك لا تفكر في نفسك نفسك يعني نسيت نفسك عزيزي برج الجدي اعيد انني اتكلم مع النساء والرجال وهي قراءة عامة ارى انك يعني انت برج الجدي انت يعني تفكر يعني لوحدك انا لن اقوم بهذا اما خوفا او لارضاء الاخرين انا لن اختار هذا يعني احتراما للعائلة للاخرين اقصد العائلة ارى ان يعني من يدرس ربما يدرس دراسة معينة لارضاء امه ولا يدرس ما يحبه حقا ارى يعني ربة بيت تعمل وتكرس حياتها للاطفال للبيت تعتني بالبيت تعتني بزوجها باطفالها ولا تتكلم وهي ربما تريد ان تخرج يعني شي مرات يعني معا الزوج ديالها تشابرة يعني يعني ان يعني ان يخرجها زوجها للعشاء او يعني شيء من هذا القبيل لكن لا تتكلم لانها المرأة المثالية وهي مسؤولة وكل همها الاطفال والعناية يعني العناية بالاطفال والاهتمام بالبيت والزوج صافي ويعني ارى هنا يعني ارى يعني لا تعبرون عن المشاعر ابدا فقط تعملون وتعملون و يعني تصفون نفسكم او يعني انتم صورة انسان قوي طوال الوقت طوال الوقت يعني كما انكم تلبسون قناع يعني لتظهروا للناس انكم الانسان المثالي الرجل المثالي او المرأة المثالية والمسؤولة وكل هذا يعني ودائما العمل ويعني كل العمل طبعا هناك يعني هناك يعني من الجانب المادي يعني هناك نجاح نعم هناك نجاح لكن فيما يخص انت يعني عزيزي برج الجدي انت نسيت نفسك كل ما تريده هو ارضاء الاخرين من جديد العمل يعني انت يعني يجب ان تظهر للاخرين خاصة العائلة انك الافضل انك الافضل تقول لك الكارت يعني ما زالت يعني الكارت يعني العمل وما قلته سابقا وانك الرجل او المرأة المثالي وهذه هي صورتك دائما لا تتغير لذلك انت يعني انت يجب ما تقوله هذا الكارت هو ان تحرر نفسك من ماذا من نفسك انت تسعى لتحقيق النجاح دائما وتظهر كما قلت يعني في نفس الصورة يعني ربط البيت تعمل في البيت دائما ويعني الطبيب او المحامي او يعني مهما كان يعني عملك دائما يعني تعمل ودائما مسؤول وهذه الاشياء يعني لا تتغير ونسيت انك مجرد انسان مجرد بني ادم يعني انت انسان تحتاج للحب شوفوش كتقول هادر الكارت انت انسان تحتاج للحب بشكل يعني خطير تحتاج للحب لكن انت يعني نسيت هذا نسيت نسيت هذا كما لو انك يعني انسان آلي وتعمل لتحقيق النجاح دائما ونسيت انك انسان تحتاج لان يعتني بك يعني الاخرون وليس العكس لكن ما اراه هو العكس انت دائما تريد اسعاد الاخرين يعني تساعد الناس مديا ومعنويا ونسيت انك فقط انسان مجرد انسان نعم اذا في نعم هذه كارت الحب في عقلك في عقلك أو في عقلك انسان وفي قلبك كذلك هي كارت المحبة كارت الحب انسان مهم تعرف انه حياتك يعني انت دائما تفكر في هذا الانسان لكن صورة ذلك الانسان المثالي انا الان اتكلم طبعا عني يعني عني الذي يعني اما مرتبطين او او ليس لديهم علاقة نعم انا تكلمت عن الزوجة لكنها يعني يعني تكلمت عن الزوجة وتكلمت عن وضعيتها نعم والان نتكلم يعني عن عن من ليس متزوجا كان مرتبطا او منفاصلا او كل واحد يعرف كيعرف الوضعية ديها له اذا في عقلك وقلبك انسان مهم تعرف انه يعني سيسعدك لكن خوفا من الاسرة خاصة الام لان برج الجدي له له يعني علاقة او رابط رابط خاص جدا مع امه هو يتظاهر دائما بانه قوي لكنه في الحقيقة ضعيف ولا يسيطر على حياته لا يسيطر على حياته هناك قمح للمشاعر انظر يعني هذا هذا انت او انت يعني وحقيقتك هو انك تحتاج للحب نعم المتابع انظروا هذا الكارت تقول لك انك يجب ان تغير من نهج حياتك يعني العربة يعني يجب يعني لابد ان تغير وتكون قويا وتكون قويا يعني القوة هي الشجاعة يعني وتخلع هذا القناع يعني كيف اشرح دي بغست ودسوغول ماذا اقول يعني تخلص من هذا الدور دور الرجل المثالي المرأة المثالية يعني وعيش حياتك يعني انت منحت لنفسك هذا او عينت يعني بنفسك لنفسك هذا الدور يعني الرجل او المرأة المثالية والمسؤولية والعمل وكل هذا فقط فقط لكن نسيت نفسك وتحمل تحمل ثق الضخم على ظهرك لارضاء الاخرين وانت في الحقيقة حزين وهذا هذا الكارت مهم جدا يعني هناك هناك انسان الحب الحب ينتظرك لكن ماذا يقول انه يعني لن ينتظرك طوال الحياة يجب يعني ان تسيطر وتتحكم في حياتك كارت الامبراطور يعني نختم بكارت الامبراطور لن تكون امبراطور ولن تكون امبراطورة إذا لم تتحكمي أنت أو أنت في حياتك ولن تكون سعيدا أبدا نعم يعني كانت قراءة غريبة قراءة غريبة لكن جميلة يعني الجدي يعني شخصية نعم شخصية يعني تحب العمل تحب العمل لكن ليس لهذه الدرجة عزيزي برج الجدي ليس لهذه الدرجة يعني يجب أن تعيش حياتك يعني لنرى ما هي رسالة الملائكة السلام السلام يعني تحتاج تحتاج للهدوء تحتاج للطمأنينة لتكون مع نفسك لتكون مع نفسك وتستمع لنفسك وتعرف ماذا تريده في الحقيقة يعني كيف من إسعاد الآخرين وقم بيعني إسعاد نفسك وعيش حياتك وهذه الكارت يعني كارت التأمل كذلك يعني مثل الكارت الأولى يعني العودة للروح أن تستمع للروح الرجوع للأنى الداخلي يعني تعرف ماذا تريده حقا وهذه يعني مثل العربة الكارت هي مثل العربة يعني يجب أن تكون كارت الشجاعة الشجاعة والشجاعة والحركة يجب أن تكون يعني شجاعا أن تفعل ما يأمره بك قلبك وليس المجتمع أو العائلة أو الأسرة يعني يجب أن تكون سعيدا فهذا هذه القراءة يعني ليس عادي ليس طبيعي ماذا تفعله أنت بحياتك عزيزي برج الجدي وكانت هذه قراءة قراءة برج الجدي أتمنى يعني أن تستمعوا لرسالة هذه القراءة يعني وأن تغيروا حياتكم أرجوكم لأنه يعني غير طبيعي ماذا يفعله برج الجدي أتمنى تكون عجبتكم القراءة أتمنى لكم الخير أتمنى لكم السلام يا رب أتمنى لكم يعني أفضل ما في هذا العالم وأودعكم إلى اللقاء سلامة أعود إليكم أنا آسفة لأني لم أذكر الطاقات أرى طاقات نارية البرج الحمل عفوا أرى طاقات نارية برج الحمل الأسد والقوس يعني بين رمضان يعني نحتاج للقل من الماء طاقات نارية برج الحمل والأسد والقوس وطاقة هوائية الميزان الدلو والجوزاء والآن أودعكم نعم شكرا لكم وإسلام عليكم يعني ما زال يعني ما زال سأقوم بتحمل برج الميزان واخر يعني صبرا جميل الله يخليكم أقريبا سأنزل يعني سأقوم بتحمل برج الميزان واخر مهي سلامة وشكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا